سلمت وزارة البيئة والتنمية المحلية المدفنة الصحية بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليون وخمسمائة ألف جنيها وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن هذه المشروعات تعكس مدى التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات بما يعززه من الشكل الحضري ويعكس الاهتمام بجودة الحياة البيئية في جميع المحافظات ترجمة نانسي قنقر